السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته كان يحكمها واحد من قبل الرومان أجا وكان نصرانيا كان يحنا بن رؤبة فإجا عند رسولها سلم وأهدى رسولها سلم وعمل معاه معه هذا كل سنة به التوصيل والنقطة الثالثة أن مريك الجوف مريك الجوف اللي هي دومة الجندل دومة الجندل اللي هو أيضا كان تابع لمنطقة الكركة أو البلقاء يعني كان نصرانيا أيضا ولكنه أيضا اعتنق الإسلام وعمل معاهدة مع الرصوص والسلام إذن صار عندك أربعة الأولى أن العشائر الأردنية صارت حاظنة طيبة للمسلمين والنقطة الثانية أن إمارة دومة الجندل ومملكة دومة الجندل عملت معاهدة مع المسلمين ونقطة الثالثة إمارة العقبة أو عيلة عملت مصالحة مع المسلمين وذلك وأيضا أهل جرباء وأذرح عملوا أيضا مصالحة مع السيد المسلمين وعملوا معاهدة لأهل أذرح يعني الرصوص والسلام أعطاهم الأمان التالي إنهم آمنون بأمان الله ومحمد وأن عليهم مئة دينار في كل رجب يعني شهر رجب من السنة القمرية وافية طيبة والله كفير عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين الجرباء وأرض آه يعني إذن هذا عهد بينهم بين رسول صلى الله عليه وسلم راحهم يعني شوخهم وقاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا معه بينهم عهد أنه لا تبلش وين أن أبلش فيكم وأنهم آمنون ويدفعوا الجزء للمسلمين انتهى الموضوع خلصنا من القصة أيها بعدين ما هي الجرباء أصل الجرباء هي أرض في منطقة معان شبال معان ما بين معان وما بين الشوفك والجرباء هي الأرض البور التي لا تنبت زرعا ورجل جرب مصاب بداء الجرب ومعنى أذرح هي سلسلة التلال حمراء وأصل كلمة تسمية عربية قديمة يعود أصلها للجدر الثلاثي ذا را حا والذي يعود من اللغة العربية الجنوبية القديمة ويفيد بمعنى الإحمرار فكلمة أذرح هي الجمع لكلمة ذريح التي هي الجمع لكلمة ذريحة التي تعني التل الأحمر في اللغة العربية ذريح معبد الأدومين ذريحا لما تروح على وادي الحساب وتتحدث عن المملكة الأدومية تتحدث عن معبد الذريح أو معبد الضريح الذريح اللي هو معبد الأدومين وبعدين صار الأنباط وقبله كان الحوريين وهو موجود ثواد الحساب وكتبنا عنه تفاصيل مملة في كتابنا المملكة الأردنية الآدومية وأيضا في أذروح هذه المنطقة والجربة صار عندك التحكيم بين سيدنا علي وسيدنا معي رضا الله عنه جميعا وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة